سؤال أخير لك في هذا السياق فضلت الشيخ دلوقتي ممكن المواطن يدخل في الإمارات أو غير الإمارات ويجد بضاعة فواكه وخضروات تأتي من المستوطنات زرعت في المستوطنات الإسرائيلية كيف ينظر الدين لمثل هذه الأمور؟ هذه الأرض مغتصبة وكل ما خرج منها فهو مغتصب فلذلك لا يجوز شراء المسروق والمغصوب فهو الآن هذا مذابت من يجد سارقا يبيع مسروقه وفيشتريه منه فهو شريك له في سرقته توصيفه الشرعي أن كل من اشترى من سارق سرقته هو شريك له في سرقته فلذلك الإمارات الآن شريك للصهاين في سرقتهم ونهبهم واغتصابهم للأراضي الفلسطينية والمنتوجاتها لا يجوز حتى الشراء مثل هذه المنتجات لا يحل شراءها ولا يحل أكلها ولا يحل انتفاع بها بوجه من الوجوه أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ محمد الحسن الذدو أعضو مجلس أماناء الاتحاد العالمي العلماء المسلمين رئيس مركز تكوين العلماء الموليتينيين أشكرك شكرا جزيلا